اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهانة عن ضرب ربنا لما قال ان احنا نتجوز قال مودة ورحمة ما قالش اهانة وضرب وازلال وكسرت نفس ما حدش قال ابدا انه يكون خناقة او منقشة في البيب بيني وبين جوزي تكون نهايتها كده يعني انا اكيد مش لوحدي في مصر اللي بيحصل معايا كده او اللي حصل معايا كده ستات كتير قوي بتتعرض للضرب والاهانة والعنف كل يوم لحد امتى هيفضل يحصل فينا ده لحد امتى هنفضل نتعرض للاهانة والعنف ونفضل سكتين لا دنا ولا ربنا ولا تقالدنا بتقول كده النهاردة ما بقاش العنف مرتبط بطبقة معينة ولا بمستوى ثقافي ولا اجتماعي ولا حتى مستوى اقتصادي النهاردة العنف بقى موجود في كل الطبقات مش معنى انه دكتور او انه مهندس او انه وزير انه بقى انسان راقي ومش معنى انها بقت وزيرة او بقت دكتورة او بقت بحثة انها مش هتتعرض للضرب او للايانة انا موجودة قدامكو هو وزي زي ستات كتير او في مصر فاصل وهنرجع مع فقرات حلقاتنا لكن ارجوكو سامحوني واستحملوني النهاردة بالشكل ده الشكل اللي انتو شفتوني بيه ده مش حقيقي وحتى موضوع العنف ضد المرأة مش موضوع حلقتنا موضوع حلقتنا النهاردة هو تغيير الحقيق احنا قدرنا اننا نغير الحقيق النهاردة بشوية مكياج من اللي بيعملوهم في الخدعة السينمائية طبعا الموضوع ده عشان نتكلم فيه ونعرف اسراره هيبقى معنا النهاردة ضفنا العزيز الأستاذ فيصل محمود الماكير السينمائي وخبير الخدعة السينمائية أهلا بك يا دكتور ازايك أستاذ فيصل قولي امتبا